اياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا في برنامجكم المصار الصحيح كنا اتكلمنا في الحلقات السابقة عن اهم مصار في حياة الانسان وقلنا ان اهم مصار هو المصار الروحاني وتكلمنا بعد كده ايه هي علاقة العقل بالقلب النهاردة هنتكلم عن اهم مصار في حياة الانسان بعد المصار الروحاني وهو الضمير تخيلوا ان الانسان لو عايش في الدنيا دية وهو ما عندوش ضمير ايه الكوارث اللي ممكن تحصل بعيد عن تعريف ايه هو الضمير وكل الكلام ده لكن خلينا نتخيل خلينا نشوف المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده لو طبقنا الكلام اللي احنا بنقوله دوت وقلنا يعني ايه ان الانسان يكون عايش وما عندوش ضمير في كل المجالات في شتى المجالات لو الانسان عايش ما عندوش ضمير دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا خلينا نبدأ مثلا لو مدرس ما عندوش ضمير زي ما ساعات بنشوف نبص نلاقي ان هو كل اللي همه ان هو يجمع فلوس وبس مش في دماغه اي حاجة تانية يروح المدرسة يشرح ما يشرحش مش فارق معاه اللي فارق معاه ان هو الطالب يجيله السنتر او المجموعة او ايا كان ويبدأ من هنا ان هو يكون كل تفكيره ان هو يجني الاموال فقط ولا فارق معاه اي حاجة خالص يقول توفيق الحكيم ان الفرق ما بين الانسان والحيوان هو الضمير مش العقل لان الحيوانات ليها عقل وبتفكر وبتبقى عارفة هي رايحة فين وجاية منين وعارفة الطعام اللي هي بتاكله وعارفة فين ما اسكنها وعارفة كل حاجة لكن من المشكلة عندنا هي الضمير الأطباء بعض الأطباء اللي نبص نلاقي مش موجدين في المستشفيات خالص نهائيا مجرد ان في حد بيمضلهم او عادي فيش مشكلة وتلاقي الفيزيتا بتاعته في العيادة بتعدي 200 او 300 جنيه من دم الناس الغلابة ومش مهم الناس دي معاها فلوس ما معهاش فلوس تشحت تولع ولا في دماغهم اي حاجة خالص اهم حاجة ان هو يبني برج وان هو يعيش في رغد الحياة والتانين يولعه ليه لان عدم الضمير لو بعض الأطباء دول رأوا ضميرهم وراحوا شافوا عملهم في المستشفيات او في عيادتهم تبص تلاقي ارقام مهولة جدا ده كله ليه عشان ما فيش ضمير الناس اصحاب الكافهات والمطاعم وده موضوع خطير جدا للغاية ان احنا نلاقي واحد شغال في مطعم بيبيع اكل وبيصنع اكل وهو ممكن لقدر الله يكون عنده مرض ومرض ومرض معدي وعادي صاحب المطعم ولا في دماغه يعني كان بصراحة انا محضر بعض الصور من احد المطاعم ولكن موجودة كلها على الانترنت تقدروا حضراتكم تشوفوها تلاقوا مناظر فظيعة جدا المصانع ازاي عايزين حال البلد دي ينصلح وبعض الناس معدومين الضمير عمر ملدنا دي ما هيتصلح حالها ولا عمر ربنا هيكرمنا طول ما ما فيش ضمير لحوم فزدة كل يوم في مطاعم وفي مصانع الضمير هو ده الحاجة الوحيدة اللي لو صحيت في مجتمعنا هنقدر ننهض بجد في مواضيع كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة الضمير اذا مات عند الانسان وعلية الانا خلاص مات الشعور اهم حاجة عند الانسان اللي هو معدوم الضمير ان هو مش فارق معا اي حد في الدنيا غير نفسه بس ما يقدرش يفرق ما بين حلال وما بين حرام ما بين خطأ وما بين صواب لان الضمير هو الميزان لكل هذه المعايير فنبص نلاقي لما يكون ما فيش في المجتمع اللي احنا فيه ده بعض الناس ما عندهمش ضمير ايه اللي بيحصل في الوظائف موظف مش كل الموظفين ولا كل الاطباء ولا كل المدرسين ولكن خلينا نتكلم بمنتهى الصراح الوضع اللي احنا بنوصله الاوضاع كل يوم بتزداد سوق من ايه احنا البرنامج بتاعنا اسمه المصار الصحيح عايزين نصحح مسارات حياتنا تكلمنا عشان نبدأ بتصحيح المصارات ان احنا لازم نصحح مسارنا مع ربنا ده اول ايه قبل اي حاجة خالص ده اول شيء لازم نصححه اتكلمنا عن السلوك النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا للغاية وهو الضمير مفيش ضمير خلاص الانسان مش بيشعر بالزند يسرق عادي جدا ما يحسش بالزند مهو مفيش ضمير ينهب يقتل ينهش يختاب اي حاجة يعمل فتنة ما بين اتنين يتبلى يتجنى عادي مفيش ضمير مفيش ضمير يعني مفيش انسانية فالنهاردة احنا بالنادي لكل الناس اللي عندها ضمير واللي ما عندهاش ضمير ان احنا نحاول نوع الناس اللي حوالينا ان احنا نعرف الضمير اذا مات مفيش مبادئ مفيش اخلاق مفيش اي حاجة خالص في مجتمعنا فيريت بعد ازم حضراتكم نبدأ ان احنا نشوف لو غاب الضمير ده عن جميع المهن ايا كانت من اصغر مهنة الى اعلى مهنة في الدولة في العالم ايه الفرق ما بيننا وما بين دول الغرب يعني خلينا نتكلم عن المنتج المنتجات بتاعة الغرب ليه منتجات الغرب دي حاجة لها بتلقى سوق عالمي وعليها طلب وفيه دايما نبص نلاقي ان اسهم الشركات دي بتاع ليه وهنا بعض المنتجات بتاعتنا نبص نلاقي ان هي محظورة ان هي تخش بعض الدول او الله العظيم محظورة ليه لان بعض اصحاب المصانع انعدم عندهم الضمير كيمويات ماشي تعمل فش الكلوي عادي تسمم مفيش مشكلة خالص لحمة فازدة عادي جدا وهنا على فكرة فيه هنا دور رقابي يعني ضميره ميت نسيبه يسعى في الارض فساد لا طبعا حرام اكسم بالله حرام اللي بيحصل ده فيه موظف فيه مسؤول ان هو يكون فيه رادع دور الركابة لان النفس البشرية النفس البشرية النفس لوامة ونفس امره بالسوق فممكن واحد من الطمع والجشع يكون مات عنده الضمير نسيبه المدرس اللي هو لا بيروح ولا بيجي وهمه كل شهر يعمله مئة ألف ومئتين ألف وتلتمئة ألف وفيه طبعا تاني مدرسين محترمين مدرسين اجلاء مدرسين نرفع لهم الكبعة احتراما واجلالا وفيه مدرسين تانين معدومين الضمير اقسم بالله ما عندهم زر الضمير خلاص الناس مش بقت عارفة تعمل ايه وانت قاعد عمال تكنز وعمال تعمل ملايين وعمال خلاص يبقى لازم فيه دور ركابي ودور ركابي يفعل للأسف ان بعض الموظفين كمان ما عندهمش ضمير وده مشكلة كبيرة جدا هنقول ان بعض الناس اصحاب مصانع اصحاب مزارع ناس اللي هم اصحاب المزارع دول ممكن يأكلوا الدواجن دي اي حاجة هرمونات ماشي مصانع الحيوانات اي اكل واي مش عارف عادي جدا اهم حاجة انه يبقى فيه تسمين ويبقى فيه انتاج لكن الكلام ده يضر ولا بيجي في دماغه الكلام ده اصلا خلاص ده دي ناس مات عندهم الضمير نسيبهم ما ينفعش فيه هنا واحد الدولة الدولة عينته ووظفته انه هو يراقب الناس دي للأسف نلاقي البعض مش كلهم فيه على فكرة موظفين انا عرفهم شخصيا اقسم بالله اتعرض عليهم ملايين الملايين احنا بنتمنى ان الكل يكون كده ساعتها هيكون فيه فيه مجتمع بجد هنرتكب بجد هنبني مجتمعنا بجد لكن نبص نلاقي موظف تاني يروح يراكب على مصنع مفيش من على الباب وإلا لو الكلام اللي انا بقوله ده مش موجود بغض النظر كنا وصلنا للحالة اللي احنا فيها دي ازاي البيوت اللي بتقع على الناس بتقع ازاي الناس اللي بتبني مخالف بدون اي يا سيدي ماشي مش مشكلة يعني لكن هتطلع لعمارة عشرين دور وانت مش عامل اساسات وبيع للناس شقق وبيع مش مهم اهم حاجة تاخد الفلوس وبعد كده العمارة توقع على الناس ومن هنا تحصل الكرسى مين المسؤول عن الكلام اللي احنا بنشوفه بيحصل ده موظف موظف الدولة بتديله فلوس مسؤول الدولة بتحسبه ان هو راجل ده دوره لذلك انا وجميع المخلصين في هذه البلد بالناشط سيادة الرئيس ان احنا نفعل الدور الرقابي الدور الرقابي ده دور مهم جدا لان لما تغيب الدور الرقابي عند البعض بدأنا نسمع عن كوارث كل يوم حالة تسمم انهيارات عكارات امراض مش عارف ايه مستشفيات فاضية يروح المسؤولين يبص على المستشفى مهلقوش فاحنا عايزين لو هنعمل قانون وقانون يكون صارم اي حد سيان موظف او مسؤول او صاحب مصلحة او مدرس او طبيب ايا كان ان عدم عنده الضمير ياخد جزاؤه وياخد جزاؤه انه هو يكون عبرة لمن يعتبر اما الموضوع فيه كمية تهاون رهيبة جدا فيه مش كده ما ينفعش اكسم بالله ما ينفع حرام اللي بيحصل الناس تعبد بجد الناس يعني لما بص الاقي عياد الطبيب الرشدة بتاعت الطبيب او الفيزيت او الكشف 300 جنيه و 400 جنيه و 500 جنيه والطبيب ده موظف في الدولة في احد المستشفيات طب بيحضر الطبيب ده في المستشفى اكسم بالله لا يمكن وزي حضر ساعتين يمضي ويمشي روح لكيه ليه عشان معالي سيادة الطبيب معالي الدكتور عنده عيادة و عنده مرضى تاكل الله ومن يتاكل الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب الموضوع مش موضوع ان احنا كتر تجميع فلوس يعالم الانسان هيصرفها ولا مش هيصرفها الناس اللي قاعدة كل همهم اصحاب المصانع بعض المصانع طبعا مش بقول كل المصانع اللي كل همهم انه هم يجمعهم مليارات المليارات ومش همهم اي حاجة وعملين يحطوا مواد كيموية على الاكل وده انا شفت موضوع كان معروض من فترة قريبة جدا احشاء وروس حيوانات اقصم بالله بيتفرم ويتعامل اكل اه مش عارف روس حيوانات بيتعامل اكل للبنى قدمين بالزم الناس دي عندها ضمير تاكل الله تاكل الله السادة المسئولين اصحاب المصالح اصحاب المزارع تاكل الله المرض انتشر جدا الناس ببقتش عارفة تعمل ايه لان مات الضمير مات الشعور مات الاحساس ماتت الانسانية ما عادش فيه ما عادش حد فارق معه اي حاجة خالص اهم حاجة عنده نفسه بس مش عارف والله انا اولية بصراحة موضوع موضوع متعب جدا وموضوع غاية في الاهمية وللأسف انا عارف انه ممكن الكلام ده ما يكونش مؤثر عند الناس اللي مات عندهم الضمير بس بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان السادة المسئولين انه هم يفعلوا دور الرقابة ده بجد ويكون فيه رادع فيه فصل فيه جزاء ان شاء الله توصل للحبس عند اي واحد مسئول او موظف يقصر في دوره الرقابة لان لو احنا لقينا واحد فاسد حرام ان احنا نسيبه ويفسد في الارض هنتكلم عن موضوع التكوى ان احنا لو اتقينا ربنا بعيد عن الجشع ايه اللي ممكن يحصل التكوى اتذكرت في القرآن الكريم كتير جدا ومن يتك الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب نتقي ربنا في عملنا في نفسنا الشاب اللي هو بيهرب من ظروف الحياة ومن مشكلات الحياة في انه عمال يتعاطى المخدرات والمسكرات عشان قال ينسى ينسى بالعكس المخدرات هتعلي عندك الاحساس وهتنهك الحواس على فكرة لان المخدرات بتفعل او بتزود نشاط الاحساس الى اضعاف مضاعفة فما تنتقمش من نفسك ربنا خلقنا في الدنيا ديت عشان نعبده وبعد كده نشتغل وننتج الموظف اللي ما بيتقيش ربنا في عمله عشان خاطر الراتب مثلا ما بيكفيش وظروف الحياة قلت ايه ربنا وهو باركلك ده وعد من ربنا ومن يتاك الله يجعل لهم مخرجا وهو ده يعني اساس موضوعنا النهاردة اللي هو موضوع الضمير ان احنا لو اتقينا ربنا وشفنا ربنا قدامنا في كل حاجة اتقينا ربنا مع انفسنا مع الناس مع الاهل الناس اللي هما يعني بعض الناس اللي بتيجت بص تلاقيه متجوز واحدة وعنده اسرة وما بيتقيش ربنا في بنت الناس دي اعتبرها اختك انت ترضى اختك حد يعملها ويضربها ويشتمها ويهنها طبيب اتقي ربنا في المرضى اللي عندك روح قد عملك في المستشفى عدد الساعات اللي هو المقررات دا ولا 8 ساعات او وروح العيادة بعد كده اكشف مفيش مشكلة خالص بس اتقي ربنا في في سعر الكشف المدرس روح المدرسة اشرح الطالب ما بشرحش اكتمع انت وال والمدرسين كلموا الادارة كلموا السفارة كلموا الوزارة عايزين صح والضمير بس عايزين البلد دي حالها يتصلح لازم نصلح الضمير طول ما فيش طول ما ما فيش ضمير خلاص مستحيل حاجة في البلد تتصلح الناس اصحاب المزارع والمصانع مش شرط تكسب مليارات تقرب بنا ومن يتاكل لا يجعل لهم مخرجة ويرزقهم من حيث لا يحتسب مكافأة في الآخر بس احنا نتقرب بنا الطمع قل ما جمع الانسان لو فكر بالراحة كده خالص بعيد عن الاطماع وبعيد عن الاحكاد وبعيد عن كل النزوات والشهوات فكر بالمنطق احنا ما كناش موجدين من سنين معدودة ومش هنكون موجدين كمان سنين معدودة وفي الآخر محدش لا بياخد معاه القصور ولا السيارات ولا الطيارات ولا بياخد معاه حاجة خالص وببقى خلال ايام معدودة عبارة عن دود وبعد كده عدت تحارب وعدت تنتحر وتشغل بالك وما تنامشي الليل وتغش و فين بعد كده فين يعني هتودي ده فين ربنا خلقنا ليه اسأل نفسك اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اسألوا اهل الذكر تلاقي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان خاطر العبادة وما خلقت الجنة والانس الا ليعبدون ده اول حاجة خاطر بعد العبادة ربنا خلقنا في الدنيا ديت عشان نطور ننمي نعمر فياريت رجاء خاص لاي حد عنده السلطة الرقابية ده موضوع مهم جدا ياريت يا جماعة نشتغل بجد فيه فيه ناس يعني فعلا نموذج مشرف في جميع الهيئات الواحد ببقى فرحان جدا لما بيشوف نموذج من النمازج دي وفيه عندنا كتير جدا لو الوقت يسمح هنقول الاف وفيه اصحاب مصانع منتجاتهم مشرفانة في العالم كله وفيه على النقيد ناس بتشوه سمعة المنتج المصري وناس تانية عمالة تقتل فينا راجل صاحب المطعم اللي هو بيشغل اي حد كده والسلام من غير ما يعرف اذا كان مريض ولا مش مريض الراجل ده مجرد ان هو ممكن يكون عنده فيروس سي ونشط مثلا او اي فيروس او اي عدوى ومجرد ان هو بيبيع اكل او بيعمل اي حاج تخيلوا قد اي كم تخيلوا الموضوع ده ممكن يكلف الدولة قد ايه تخيلوا كمية الارواح اللي ممكن تتعب بسبب اهمال فرض واحد بس ايس بقى الكلام ده على حاجات كتير جدا فيحنا بجد محتاجين نصح الضمير طبعا موضوع الدمير موضوع كبير جدا ومحتاج مننا ان احنا نتكلم عنه في اكتر من حلقة طبعا هو احنا ممكن كنا نبدأ الحلقة ونقول تعريف الدمير في علم النفس وفي علم النفس الحديث ونقعد نقول الضمير هو الوجدان وهو ونقعد نقول كلام كده ولكن احنا عايزين نبسط الموضوع ويريت تكون الرسالة وصلت ونشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام علي ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة